أهلا بك كان فيه من ضمن الأسئلة اللي جات موضوع عن الميكروباصات الميكروباصات الميكروباص اللي هو أحد وسائل النقل الجماعي وهو الحل السحري لمشكلة المرور هنتمينا في مشكلة ومعنى مهما أنجزنا من طرق ومهما أنجزنا من جراجعات ومهما أنجزنا من نوابط فنية لكن تبقى الحل السحري هو أن يبقى عندنا منظومة نقل جماعي جيدة تافي بالغرض تلبي احتياجات المواطن ومناسبة له في السعر والتكلفة والأماكن يجب أن تغطي هذه الشبكة أي دولة أو أي مدينة كبيرة كزيزي شغاهاي ومكسيكو يجب أن تكون له شبكة طرق هي الدبي الإمارات يجب أن يجب أن يكون شبكة من النقل الجماعي النقل الجماعي المختلف والمتنوع والمتكامل إنما ما ينفع أنني 80% من الرحلات العمل داخل المنطقة المركزية وده بتقدر بستة وعشرين مليون رحلة في اليوم معظمها على الميكروباس الغير منظب رغم ان هو بيقوم بهذا الحجم جدا لكن هو ميكروباس لازم زي المشاكل الكتير اللي بنشوفها غير منظب او بالسيارة الخاصة الاتنين غلط لازم يبقى عندنا كذير كيانات كيانات منظمة عشان كده في القانون الجديد احنا تم يعني وضع حل في هذا ان يتم فتح الباب الترخيص لكيانات شركات كبيرة كيانات سواء خاصة او عامة يبقى عندها خطوط نقل جماعي منظمة متكاملة مناسبة متنوعة برضو لما نعمل مدن جديدة لازم عندنا في ربط بينها وبين قلب العاصمة من خلال وسائل نقل جماعي مناسبة فالنقل الجماعي احنا يعني تم وضع اكثر من تصور ليه في قانون مرور جديد ان شاء الله دي اعتقد هيبقالها مردود بس بتاعبا هذا قد شئ من الوقت بش الصبح زي نضام النقاط يا فانت